طبيني كيف كانت سنة 2014؟ الحمدلله منيح عليك النص التاني كان من السنة حسي حالي تابعت أبراجة النص التاني لا بالفعل كان النص التاني من السنة كتير منيح علي الحمدلله كتير خير الله متفاقلة كتير انه 2015 إن شاء الله يا رب تكون سنة محبة وسلام ع كل العالم بالأخص على بلدي سوريا بدك تشتبيلي شي صار في 2014 بتقولي يا ريتم ما صار؟ ما بعرف بس أنا لغيت كتير ناس من حياتي لغيت كتير صداقات مع أنه أنا كتير صعب أني إلغي عالم دائما بقولي بخلي خط الرجعة بس أحيانا لما بيجيك شخص بيخونك وبيغدرك من الطبيعي أنك أنت تشيله برات حياتك وأنا ختمت الـ 2013 أنا كل شي ناس أزيتني طلعت أنا 2014 بلشت بحياة جديدة بناسي جديدة وإن شاء الله كمل هيك وكون حزرة أكتر بالأيام القادمة شعب الي كستير شي معيك بالـ 2015؟ عبالي خلص الشغل تبعي الألبوم جعب الي ألبوم يعني أنا كنت كتير عم قول سنجل وبتدلل سنجل أكتر بس الألبوم إلو حضور أكتر والناس هيك أنا بتطلع على الفانز اللي نطروا بتمنى أنه رد شي بسيط كتير لهالدعم ولهالمحبة نعمل الألبوم لأنه إحنا مقررين كل أغنية كن في الأكليب إذا هيك الله ساعدنا ووفقنا لأنه الناس بتستحق وفي كتير أعمال مع كتير ملحنين مبسوطة في قديم في جديد بذكر منهم الملحن صلاح الكردي صلاح الكردي في أكتر من عمل صراحة في عمل دراما مصري أنا كمان صلي كتير زماما غنيت مصري من الشعرة بدي أتذكر الشاعر علي المولى سعيدة جدا بالتعاون معه لأنه عاطيني مواضيع أكتر من رائعة كمان رح كرر التجربة مع فادي مرجان وعلي حسون بس بقوني يا شعبي كتير صعبة اشتركوا في القناة